ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية حياكم الله عزيزان المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان في فقرة شخبار هوليوود الأسبوعية ولين نتكلم فيها عن أهم أخبار هوليوود والسينما والتلفزيون وأحيانا برضو أخبار من خارج هوليوود علشان لا يكثر الكلام وتطول المقدمة يا جماعة لايك للفيديو لو أعجبكم واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا الجرس على طريقكم وتعالوا تابعنا لموقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف غير كذا يالله بينا نشوف شخبار هوليوود لهذا الأسبوع ولعلنا نبدأ بأهم خبر لهذا الأسبوع اللي لو طلع صحيح فنتفليكس راح تدخل في مشاكل كثيرة واللي لو طلع صحيح يا جماعة كتاب مسلسل 1899 راح يتورطون في مشاكل كبيرة ايمين دايم لفكرة مسلسل 1899 في بعض المصادر وفي بعض الأخبار اللي بنناقشها بعد شوية تقول انها مسروقة هل معناته انه ممكن تكون فكرة دارك كمان مسروقة؟ هممممم هتساءل يمكن جزء كبير منكم يا جماعة تابع مسلسل 1899 وأنا واحد من هذول الناس اللي تابعوه اللي صدر قبل كم يوم على منصة نيتفليكس المسلسل جميل وغامض وممتع وأفتكر اني تابعت دعسة واحدة وخلال يوم واحد من كثرة مني متحمص المسلسل رجعنا لأجواء مسلسل دارك وأكيد راح يرجعنا لأجواء مسلسل دارك لأنه اللي كتبوه هم نفس اللي كتبوا مسلسل دارك وشركة الانتاج اللي أنتجته هي نفس الشركة اللي أنتجت مسلسل دارك نيتفليكس ولكن ماذا لو قلت لك عزيزي الوجيه إنه فيه احتمالية كبيرة إنه مسلسل 1899 يطلع مسروق يب فكرة مسروقة ويقال إنه تم التلاعب فيها في بعض أجزاءها بحيث تكون أصلية قدر الإمكان لاحظوا أني قلت احتمالية إنه فكرة 1899 تكون مسروقة لأنه للآن ما زال الموضوع قيد التصعيب هيركز معايا عزيزي الوجيهة علشان نيفهم إيش اللي صير مع مسلسل 1899 وليش تم اتهام صناعه إنهم سرقوا فكرته سنة 2016 يا جماعة نشرت كاتبة برازيلية ضعيفة الله اسمها ماري كاغنن كتاب مصور أو مثل ما يقولونه كوميك بوك الكوميك بوك يا جماعة هذا كان بعنوان بلاك سايلنس أو الصمت الأسود البنت كتبت الكوميك هذاك ونشرته وكان له جمهور بسيط ومتواضح حول العالم كون أنه تم نشره باللغة البرتغالية أو البرازيلية وطبيعي البنت ما جاها دعم كبير لأنها كاتبة برازيلية ومتواضعة ولسه جديدة وما هي من هوليوود ولا هي من أي منظمات كبيرة تدعم كتاب الكوميك فالبنت كانت مكتفية بجمهورها البسيط هذا وعايش حياتها ومن باب إنها تتوسع شوية وتجيب لنفسها جمهور أكبر للكوميك تبعها ترجمت هذه الكوميك إلى اللغة الإنجليزية حلو الكلام حلو الكلام طيب خلينا نجي ونشوف إيش في الكوميك حقها هذا البنت اللي اسمها ماري يا جماعة بعد ما شافت المسلسل مسلسل 1899 انهارت بالبكاء جالست تبكي وتصيح وراحت ونشرت سلسلة طويلة من التغريدات على حسابها في تويتر بس ليش انهارت بالبكاء متأثرة بالمسلسل؟ لأه متأثرة بالكتابة الجميلة للمسلسل؟ أبعا لاه متأثرة برحلة الشخصيات في هذاك البحر العتيق ومن عارفهش؟ برضو لاه البنت يا جماعة ماري ضعيفة الله تقول انه مسلسل 1899 سرق فكرتها بشكل واضح وصريح وذكرت انه فكرة الهرم الأسود اللي ظهر في المسلسل موجود في الكوميك تبعها وذكرت انه فكرة ظهور المثلث في عيون الشخصيات وأماكن متفرقة من السفينة برضو ظهرت في الكوميك تبعها وكمان ذكرت انه فكرة السفينة والموت الغامض للشخصيات برضو موجود في الكوميك تبعها ذكرت كمان وزادت وأكملت على كلامها انه فكرة تعدد الجنسيات على هذه السفينة والأصوات المجهولة اللي تناديهم وماضي الشخصيات برضو موجود في الكوميك تبعها وات ايش قاعدين تسوي نتفليكس ايش قاعدين تسويها كتاب المسلسل حرفيا البنت تقول وتتهم نتفليكس وكتاب مسلسل دارك و1899 انهم سارقوا الكوميك تبعها عيني عيني ووضحت انهم غيروا بعض الاجزاء علشان يخفون مصيبتهم او حرفيا قالت انهم خففوا قدر الامكان من الاقتباسات من الكوميك تبعها بحيث يخففون كمية التشابه بين المسلسل والكوميك يعني كأنهم يقولوا اوه في تشابه بس مو نفسه وقالت انه جوهر الكوميك والفكرة الاساسية للكوميك تبعها مسروق عيني عينك هذا كلامها اللي انا قاعد اقوله وهذه تغريداتها انا اقتبستها وترجمتها واعت صياغتها بحيث ناخذها بلغة نتفاهم فيها انا وانت عزيزي الوجيه المهم يا جماعة انه البنت نشرت تغريدة فيها رابط الكوميك البنت معت تبغى تبيع الكوميك نشرت رابط فيها الكوميك خذوا يا متابعين اتفرجوا اقرأوا الكوميك براحتكم طلبت من الجمهور انهم يقرأوا الكوميك ويراجعوه معاها بحيث يساعدوها في ايجاد اوجه التشابه بين الكوميك ومسلسل 1899 وانهت كلامها وقالت وهي حزينة جدا البنت تقول انا قاعد اكتب التغريدات دي وانا انهار بكاء وانا مت بكاء وقالت يا جماعة مش معناته ان احنا برازيلين معناته اننا راح نتقبل ونوافق على السرقة والازدراء واللا مبالاة هذه قالت برضو انه سبق وتم سرقة افكار كتاب برازيليين قبل كذا يعني هذه ما هي جديدة عليهم وكررت للمرة الثانية في تغريداتها وقالت انها تعبت من البكاء البنت جلست تبكي تخيل كده تيجي تتابع مسلسل في نتفليكس تتفاجئ انه الفكرة دي تبعك مسروقة بس تم اعادة صياغتها بطريقة ما حاجة تقهر والله شوفوا نتفليكس اذا الكلام ذا صحيح ترى والله مشكلة مشكلة كبيرة كذا نظامكم يعني؟ كذا النظام يعني؟ لو الموضوع طلع صحيح ترى والله مصيبة نهاركم اسود نتفليكس ونهاركم اسود كتاب المسلسل طبعا ممكن كثير بيقولون يا وجيه اش بيسوه في النهاية نتفليكس سارى اقول فكرة ولو اثبت انها سرقت بيروحوا يدفعوا لها تعويض كم مليون وخلاص اي هو يدفعوا لها تعويض ويعترفوا انهم حراميا هذا لو طلع الكلام صحيح عموما يا جماعة البنت هذه اللي كتبت التغريدات او اللي اسمها ماري تفاعل مع تغريداتها الجمهور بشكل جدا مرعب ويثلج الصدر اكثر من 300 الف شخص ضغط لايك على هذه التغريدة واكثر من 17 الف شخص سووا اقتباس لهذه التغريدة وعلق عليها واكثر من 74 الف شخص اعاد نشر هذه التغريدة احايا نتفليكس احايا نتفليكس ما كفش يوم هم يسرقوا كفش يوم هم يتقاسموا كذا النظام يعني؟ عموما هذا الكلام الى تاريخ هذا الفيديو وغالبا راح يكون في تفاعل اكبر مع تغريدات الكاتبة هذه وبنشوف اي تحديدات في المستقبل ونوافيها معاكم او نوافيكم فيها في سلسلة شخبار هوليوود او اذا الموضوع مرة طويل نسوي له فيديو خاص لاحقا يلا يا جماعة كذا خلصنا الخبر الاول تعالوا خلونا نشوف باقي اخبار هوليوود لهذا الاسبوع تم نشر صورتين جديدة من فيلم انديانا جونز القادم سنة 2023 واحدة للممثل هاريسون فورد اللي هو بطل السلسلة الشهيرة والعريقة هذه والثانية للممثل مادس ميكلسون طبعا هذه تقريبا من اوائل الصور الرسمية اللي تم نشرها او تم تسريبها لهذه الشخصيات وجدير بالذكر يا جماعة انه فيلم انديانا جونز القادم سنة 2023 راح يكون من اخراج المخرج جيمس مان جولد اللي اخرج لنا افلام جدا رهيبة مثل فيلم لوغان وفيلم فورد ان فراري وغيرهم عموما الفيلم قادم سنة 2023 زي ما قلنا وبالتحديد يوم 30 من شهر جون الجزء العاشر من سلسلة افلام السرعة والغضب او فاست ان فيوريس ممكن معظمكم يا جماعة عارف انه الفيلم هذا قادم سنة 2023 ورح يكون اسمه فاست اكس وللان ما في معلومات كثيرة عن قصة الفيلم او ايش راح تكون تفاصيله ولكن احب اقول لكم قبل كم يوم يا جماعة تم نشر معلومة صدمة عيشة ام 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 البشرية والمجتمع السينمائي يشاع يا جماعة انه تم رفع ميزانية فاست ان فيوريس او السرعة والغضب الى 340 مليون دولار امريكي 340 مليون دولار امريكي اعتقد هذه اغلى واكثر وايش هذه الميزانية الضخمة جدا 340 مليون دولار لفيلم واحد علما انه الجزء الاخير اللي كان اسمه فاست ناين اللي نزل سنة 2021 كانت ميزانية 200 مليون دولار فقط عموما يا جماعة رقم كبير وضخم زي كذا قد يكون لسببين الاول الممثلين واجورهم اكيد ارتفعت وقاعدين يطلبوا ارقام زيادة بالذات بن ديزل بالاضافة الى ذلك يا جماعة الفيلم غالبا راح يحتوي على مؤثرات بصرية كثيرة ومكثفة وراح يحتوي على تكسير وتدمير سيارات فارهة ورياضية وسيارات اسعار اغال يعني عموما ايا كان الشي اللي ناويين عليه في سلسلة او في الجزء العاشر من سلسلة افلام فاست ان فيوريوس فليل اقدر اقول لكم يا جماعة 340 مليون دولار امريكا رقم ضخم جدا 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 مرة ضخم طبعا هل راح يقدروا يجيبون هذا الرقم بيجيبوه بالراحة ارادات سلسلة افلام فاست ان فيوريوس دائما تتجاوز ال500 مليون واحيانا تقرب من المليار واحيانا تتجاوز المليار بالراحة يعني ف340 مليون اي نعم هي مغامرة بس في نفس الوقت اتمنى انها تكون مغامرة في مكانها بالذات انه ذا الجزء العاشر والجزء الماضي كان يعني حاجة عادية جدا بس برضو جاب فلوس اعلن المخرج الكبير والعريق والمخضرم والقدير كوينتين تارنتينو اعلان جدا 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 مهم في مسيرته ومهم جدا لكل شخص مهتم في عالم صناعة السينما والتلفزيون يقول كوينتين تارنتينو يا جماعة انه عمل الاخير واللي بعده راح يعتزل ويترك الاخراج تماما ما راح يكون فيلم يب راح يكون مسلسل مكون من ثمان حلقات فقط وبعدها كوينتين تارنتينو راح يعلن اعتزاله بشكل رسمي ونهائي ان شاء الله يغير رأيه جدير بالذكرة يا جماعة انه كوينتين تارنتينو كان ناوي يخرج فيلمه الاخير قبل فترة بسيطة ولكن حصلته له مشكلة مع الممولين ما قدر يجيب المبلغ الكويس اللي يقدر يمول فيها الفيلم وتكانسلت الفكرة والان تغير الموضوع تماما وصار تارنتينو يبغي يسوي عمله الاخير واللي بعده راح يعتزل بيكون مسلسل او بيخليه مسلسل واذا كان راح نفهم حاجة مهمة من هذا الشي او من هذا الخبر او في عدة حاجات ممكن نفهمها فهو انه عمل تارنتينو الاخير راح يكون طويل جدا يب طويل جدا لانه ثمان حلقات وغالبا كوينتين تارنتينو راح يتفنن فيه براحته يطلق العنان فيه لكل مشاعره وحواسه الكتابية والاقراجية ايش المسلسل ايش شركة الانتاج ايش المنصة اللي بتعرضه الله اعلم اي ان كان اللي انت ناوي عليها تارنتينو انا متحمس اليين خلاص صح انه بيوحشنا لو فعلا اعتزل بس برضو انا متحمس جدا اشوف ايش مخبي لنا في هذه الثمان حلقات من هذا المسلسل اللي هي راح تكون وداعية مسيرة هذا الانسان في عالم صناعة السينما والتلفزيون وبشكل عام يا جماعة مسلسل كوينتين تارنتينو القادم راح يبدأ تصويره في سنة 2023 يعني غالبا راح نشوفه في 24 حاجة زي كده وبالحديث عن تارنتينو يا جماعة صرح قبل فترة وقال انه هذه الحقبة السينمائية او هذه الفترة السينمائية اللي مرينا فيها واللي ما زلنا نمر فيها صنفها يا جماعة انها ضمن اسوأ الفترات الزمنية في تاريخ هوليوود وصناعة الصور المتحركة بشكل عام هو ما قال شي غير هذا الكلام قال ذي الكلمتين وقفل الموضوع ولكن البعض حل الكلام وقالوا انه تارنتينو يقصد افلام السوبر هيرو اللي مسيطرة على هذه الحقبة وافلام الخيال العلمي وغيرها من الافلام انا ما ادريش اقول صراحة بس اي شي يقوله تارنتينو انا اقول امين يسمعك حق خذ راحتك انا ما اقدر اقول اي شي لتارنتينو مرة ولا اقدر عرضه في كلمه انت ايش رايك عزيزي الوجيه هل تتفق مع تارنتينو ولا لا وبالحديث عن تارنتينو برضو الادم يمسوي زحمة في السوشال ميديا دي اليوم خلو ياخد راحته لا حد يقوله ولا حاجة خلو تارنتينو براحته لو سمعته يقول تارنتينو انه افضل فيلم اخرجه في مسيرته وافضل فيلم بالنسبة له من الافلام اللي اخرجها وكتبها هو فيلم وانس ابونا تايم ان هوليوود هم انتريستن صراحة ما توقعت اوكي فيلم وانس ابونا تايم ان هوليوود مرة رهيب بس بالنسبة لي ما هو افضل افلام تارنتينو في افلام مرة بنت كلبي يعني على سبيل المثال واحد من اكثر الفيلم اللي احبها لتارنتينو انجليوريس باسترد يقلع ام الفيلم ذاك ما احلى بس وانس ابونا تايم ان هوليوود كمان رهيب الا تشوفه يا عمو تارنتينو انا معاك احلى فيلم احلى فيلم احلى فيلم مليون دولار في اول اسبوع عرض له هالكلام في جميع انحاء العالم في اول اسبوع 500 مليون اي مين دين هذه مش حاجة تحصل بسهولة امريكا بس يا جماعة طلع 181 مليون دولار ومن المتوقع انه يكسر او يقترب من حاجز المليار دولار في اي وقت الممثل جوزيف كوين بالاضافة للممثلة لوبيتان يونغ رسميا يا جماعة تم انضمامهم الى الجزء الثالث من سلسلة افلام اكوايت بلايس لوبيتا تكلمنا عنها في الفيديو الماضي انها انضمت الى هذا السلسلة واليوم الممثل جوزيف كوين اللي البعض عرفوا او الاكثر عرفوه عن طريق مسلسل سترينجر ثينجز مكرر عزيزي الوجيه اذا ما تابعت الجزء الاول والجزء الثاني من سلسلة كوايت بلايس احب اقولك لا تفوتك مرة لا تفوتك فاكريني يا جماعة مرة زمان زمان مرة زمان اتكلمنا انه في نسخة نسائية من قراصنة الكاريبي او نسخة نسائية من كابتن جاك سبارو ايوه ايوه وبطلتها راح تكون ماركو روبي يا سلام عليك انت فاكر الاخبار اول بول تعجبني حط لايك الجمهور طبعا انقسموا الى نصفين جمهور جلس يطبل وجمهور جلس يلطم كيف يتم استبدال جوني ديب وما نعرفيش مع انه مش استبدال انما نسخة نسائية منفردة بقصتها واحداثها وايا كان المهمي جماعة احب اقولكم انه ديزني فجأة قالت كنسل الفكرة لا خلاص جاك سبارو نسخة نسائية بلاش منها ليش ما لكم شغل خلاص انتهى اوه حرام يا اخي كانوا انه يلا عواقب سلفستر ستالون يا جماعة يقول انه راح يرجع للاداء الصوتي لشخصية كينغ شارك وات وات اما سلفستر ستالون هو مؤدي الصوت اقسم له ما ادريت لو نقرأ الخبر هذا يا جماعة والجمهور يا جماعة او جمهور مسلسل ذا ويتشر قدروا انهم يجمعون اكثر من 200 الف توقيع في محاولة بائسة للضغط على نتفليكس انهم يرجعون الممثل هينيوري كافل لاداء شخصية ذا ويتشر في الموسم الرابع لانه مثل منتو عارفين هينيوري انسحبنا الدور والدور راح للممثل ليام هيمسورث طبعا التوقيع والحركات هذه عادة ما تجيب اي نتائج يعني اوكي احيانا تجيب نتائج بس في معظم الاوقات ما تجيب نتائج بس استيل وفي نفس الوقت فيه عدد كبير من الجمهور قالوا ما عندنا مشكلة اننا نشوف ذا ويتشر من بطولة ليام هيمسورث لما نشوف يقرروا في النهاية يعني وبالحديث عن عائلة هيمسورث يا جماعة كريس هيمسورث قرر انه ياخذ استراحة من عالم التمثيل لفترة معينة كريس هيمسورث اللي قدم لنا شخصية ثور في عالم مارلي الادم يا جماعة قرر فجأة كده انه ياخذ استراحة ويجلس في البيت مش لانه طفش ولا لانه شبع فلوس ولكن لانه فيه احتمالية انه يصاب بمرض الزهايمر للأسف طبعا هو حاليا ما عنده اي اعراض الادم بخير وصحة عشرة على عشرة ولكن فيه سجلها الاسري والوراثي وبناء على جيناته فيه احتمالية كبيرة جدا انه يصاب بمرض الزهايمر لا سمح الله انا مش عارف صراحة ويش العلاقة بين التمثيل والزهايمر يعني ليش اخذ استراحة من التمثيل بس اعتقد انه طبيا فيه علاقة لانه ما راح ياخذ استراحة من التمثيل خوفا من الزهايمر الا انه فيه سبب ويان كان يا جماعة كل اللي نقدر نقوله قدامك العافية كريس هيمسورث وترجع لنا بالسلام ان شاء الله اعطيكم العافية يا جماعة الهنا نكون وصلنا لهاية الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك لو عجبكم الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول وقناة الالعاب موجودة برضو في صندوق الوصف وقناة التويتش والديسكورد واحساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي تعالوا تابعوني هناك تنورونا وتشرفونا كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم